مجلس الأمن الدولي يدين بشدة الهجوم الذي شنته الحكومة السورية بالأسلحة الثقيلة على بلدة الحولة بمحافظة حمصة روسيا الحليف المقرب من النظام السوري أكدت أن مشاركتها في الإدانة جاءت بعد تأكيدات باستخدام النظام للأسلحة الثقيلة في الهجوم على الحولة نشعر بالقلق والغضب مما حدث في الأيام الماضية من الواضح أننا نحتاج إلى تحقيق قبل أن يتخذ المجلس أي رد فعل بالفعل الجنرال مود أكد وجود دليل على استخدام الدبابات والأسلحة الثقيلة في المكان وتتهم المعارضة القوات السورية بقتل 108 أشخاص على الأقل بينهم الكثير من الأطفال في بلدة الحولة وهو الأمر الذي نفاه النظام مؤكدا أن عناصر مسلحة تابعة للمعارضة هي التي تسببت في المجزرة